ها لولادها ها خوتها ها خواتها وروحوا للانتخابات هذه الانتخابات وذولا الفائزين وهاي الكتل ولحد الان مصالح الناس متعطلة في هذه المحافظة شما ندي يا لعصة ليش ديال يا لعصة لكن اللي يدير الصراع هناك يديرها حزاب متنفذة قصة هذا الوطن قصة غريبة وقصة مؤلمة وكأنه عليه لعنة بعد ان ابتلى بطبقة سياسية اكثر شيء تعرفه وتجيده وتتمسك به وتتقاتل عليه حد الموت هي مصالحها وتامين مصالحها تحت عنوين مرة باسم الديمقراطية ومرة باسم الحزب ومرة باسم المكون ولنستشهد بقصة ديالة ديالة الذي كان فيها التنوع مصدر من مصادر القوة للعيش الامن والمستقر وكانت عراقا جميلا بكل تفاصيلة ديالة التي كانت واحد من سلات العراق الغذائية تحولت اليوم الى محافظة تنتج المشاكل والصراعات ورائحة الموت تدور على كل المكونات الموجودة هناك لماذا؟ إذا قد صار من انتهت الانتخابات الناس لما قبل الانتخابات نطلع نحن بالإعلام ونجيب الضيوف ونقول انتخابات لتأمين مصالحكم لكي يتغيروا من الأمور لكي نأتي بحكومة الخدمة هالأولادها هاخوتها هاخواتها وروحوا للانتخابات هذه الانتخابات وذول الفائزين وهي الكتل ولحد الان مصالح الناس متعطلة في هذه المحافظة ليش؟ قل لك والله استحقاقات ما يشي استحقاقات شنو استحقاقات؟ استحقاقات هذا المكون واستحقاقات هذه الكتلة واستحقاقات ذلك الحزب يابا ما يصير تتعطل مصالح الناس من أجل استحقاقاتكم والمشاريع والخدمات والموازنات يقول لك هاي الديمقراطية إذا كانت هذه الديمقراطية بهذا السوء وبهذه الدناءة فلتذهب الديمقراطية وأحزابها إلى الجحيم الناس تتأمل بالديمقراطية أن يأتيها خبزا باستحقاق ما أن يأتيها ضيم ما أن تتحول إلى كونتونات وبعدين المنصب والقتال على المناصب ليش لأن المناصب أم الخبزة التي ينتفع منها هذا وينتفع منها ذاك ولذلك السؤال الذي يجب أن يتم الإجابة عليه ونتكاشف بكل صراحة لماذا الأمن في كل المحافظات العراقية أصبح أمنا حقيقيا ولا خلاف عليه لماذا الأمن في ديالة يتحول إلى أمنا هشا ممكن أن ينفجر في كل لحظة من اللحظات تقول لي داعش والله أعطى قوة بالداعش هذا الزلها سرية من أي فصيل من الحشد من الاستخبارات من مكافحة الإرهاب من وزارة الدفاع ما تقوم منها يومين بش مانا ديالة عصت ليش ديالة عصت لكن اللي يدير الصراع هناك يديرها حزاب متنفذة بقوة القانون واحتحت جناح القانون ولأنه ديالة بيها مطرائب أو بيها مشاكل وديالة التي تقاسمها المتنفذون هناك من أجل مصالح سنذكرها في هذا الملف اشتركوا في القناة